جددت أرضية التنسيق الوطنية لشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مطالبتها لكافة الجهات المعنية من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خاصة في الجانب المتعلق بتعزيز ولوجهم لآليات ومؤسسات الديمقراطية التمثيلية نحاول ما أمكن على أننا نتير الانتباه لكل المسؤولين كل الفعاليات المدنية والسياسية على أنهم يحترمون فقط ما تعهد به المغرب أمام المنتظمات الدولية خاصة بعد اعتماده الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأوضح ممثل الأرضية وهي ائتلاف يضم مئات الجمعيات أن الأخيرة قدمت جملة من الاقتراحات والتوصيات تتعلق بالنهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة تركزت حول جعل العمليات الانتخابية والجة للأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن تحفيز الأحزاب للانخراط في ذلك كانوا لقاءات في مرحلة أولى مع الأحزاب السياسية قدمنا لهم التصور ديانا كيفاش ممكن الأشخاص المراقنين الخلطوا في الحياة السياسية في المغرب لا على المستوى الحزبي ولا على مستوى الانتخابات والعمليات التي تصل بها اليوم أيضا قدمنا ثلاثة متكرة فيه ثلاثة تعديلات ثلاثة القوانين الأساسية انتخاب مجالس الجمعات الترابية انتخاب مجلس النواب ومتكرة المتعلقة بقانون التنظيم للأحزاب نحن كأرضية خذنا المبادرة وقرنا القوانين الانتخابية وقرناها مع الدستور المغربي حيث أن الديباجة دياله تجرم تمييز على أساس الإعاقة وكذلك المشرع المغربي أفرز فاصلا خاصا بالأشخاص في الوضعية الإعاقة الفاصل 34 وهذا ليس اعتباطيا بل للتأكيد على أهمية هذه المسألة المغرب كذلك من المصادقين الأوائل على الاتفاقية الدولية وخلص المشاركون في الندوة إلى أهمية العمل على تفعيل مقتضايات وثيقة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتثمين وحماية ما راكمه المغرب في مجال النهوض بحقوق هذه الفئة